اشتركوا في القناة ادبيات بالفسكولوجيا ونحكي عن اللغة كيف تطورت وشو طرق عليها تغييرات خلونا نشوف اول فقرة بدرسنا اللي هي ادبيات فلسفة الاشكسي يعني علاقة الادبيات بالفلسفة شو ممكن تكون عندي النا الكتاب اللي هو الكتاب الوزارة جزال صناتلن بل كله ادبيات الى سيستماتيك بسيط ودشنجة تسكني ادبيات فلسفة ادبيات ادبيات فلسفة السنة تمالي انسان هار اكي سيدي ضيالة مختصر هذا اول شي نحن نعرف ان ادبيات فرع من فروع الفنون الجميلة مثل الموسيقى المعمار الرسم الهياكل الاداب فهدول كله فنون جميلة الادبيات فرع من فروع الفنون الجميلة الفلسفة يعني شو بتعتمد الفلسفة بتعتمد على الفكر على التفكير يعني حدا سؤال بيكون فيه سؤال معين فنقعد بنفكر بهذا السؤال بجواب السؤال صح غلط كيف صار هيك هاي الفلسفة يعني بتظل بتفكر بشيء معين طيب شو النقطة اللي التقوا فيها الادبيات والفلسفة وين التقوا؟ التقوا الادبيات والفلسفة انسان موضوع الادبيات الاساسي هو الانسان موضوع الفلسفة الاساسي هو الانسان ليش؟ لانه الفلسفة تعتمد على التفكير التفكير اللي هو بيفكر فيه الانسان على البشنجة اتنيناتهم بيعتمدوا على الفكر يعني الأدبيات يأتي كاتب ويكتب كتاب معين يطرح أفكار ويطرح أسئلة ويطرح شغلات هذه كل الأساس تبعها الإنسان طيب الفلسفة كمان إننا مثلا أنه سؤال معين نقعد من فكر فيه بفكر فيه الإنسان فتنين هتون بيعتمدوا على الفكر اللي هو عائد للإنسان فهون بيطقوا بهذه النقدة طيب كمي زمان صنات شلارد شمجل ريني إذا أثار اللارد أورطية كله كمير منان فلسفة اللارد يرى رمض لارد كمي زمان دا فلسفة لأورشان اللارد أدبي متين اللارد يرى رمض لارد يعني عم بإلا بعض الأحيان الصنات شلار اللي هن الأدباء المفكرين الكتاب وقت بيكتبوا أفكارهم وقت بيكون عندهم أفكار أو فيشي فكرة معينة شو بيعنو بيكتبوها بكتوب يعني بشكله آثار أدبية هذه الآثار الأدبية أحيانا تتأثر أو تستفاد تأخذ أفكارها من الفلسفة مثل الكتب الفلسفية الكتب الفلسفية هي أدبيات فإذا هذا الكتاب الأدبي من وين استفاد من وين أخذ الأفكار من الفلسفة في بعض الأحيان كم زمن دفلسفة الأورشان يعني الفلسفة الفلسفية إدبي متين ناردان يران مرمار بالعكس بيستفادوا من النصوص الأدبية فإذا الأدبيات الفلسفة مع بعض في علاقة بيناتهم قريبة إن أساس هاي العلاقة هي الإنسان طيب، هاي كانت أول فقرة بدرسنا نجي على أدبيات بسكولوجي الإشكيسي شو هي العلاقة بين الأدبيات وعلم النفس هاي كيسي ده إنسان يشملن إنسان إيش دنيا سنة أم ما يتشلشر كمان علم النفس والأدبيات العلاقة بيناتهم تنيناتهم التبال تبعهم الأساس تبعهم هو الإنسان ليش؟ علم النفس، شو بيعمل؟ بيحاول إنه يشوف الحياة الداخلية للإنسان أفكار الإنسان، حياته، حالته النفسية هاي كلها بيعتمد عليها على النفس الأدبيات مثل ما إنا ذاتا من قبل ودايما منقول إنه هو موضوع الأساسي اللي هو الإنسان فإذا، بيلتقوا بهي النقطة بسكولوجي، بلما؟ بعضاً بير إدبياء ساردكي كيشنين وكيف يكتبون كتاب معين؟ كيف يكتبون كتاب معين؟ لا، بيكون في عنده أفكار هو حابب يطرحها بهذا الكتاب ما هيك؟ طيب، وهو عم يكتب هذا الكتاب أحياناً الكاتب بدون ما يحس بيكتب الأفكار والمواضيع تبعه حسب حالته النفسية يعني مثلاً كإنسان أنا عادي أنا اليوم في قط الصبح مزاجي معكر بيضل كل يوم معكر فالتصرفات اللي بتصرفها بكل هاد اليوم بتضل على أساس حالتي النفسية ما هيك؟ الكاتب نفس الشيء نفس الشيء الكاتب فعلم النفس أحياناً شو بيعمل؟ بيحلل حالة نفسية للكاتب من خلال أسره وأحياناً العكس صحيح شو عم بينا صنات شلار أحياناً الكتاب الأدباء بيستفادوا من علم النفس يعني علاقة طردية عكسية طردية يمكن منقول بالعربي أو علاقة عكسية هاد بيستفاد من هاد وهاد بيستفاد من هاد الفلسفة والبيسكولوجيا والأدبيات الأساس تبعهن الموضوع الأساسي تبعهن هو الإنسان تمام؟ فهيك بتكون شفنا شو العلاقة بين الأدبيات والفلسفة وبين علم النفس طيب نزيل الفقرة الثانية بدارسنا واللي هي هلا عنا الدين اللي هي اللغة شو تطرق عليها التغييرات كيف تغيرت بشو تتأثر اللغة خلونا نشوف عن بينا إنسان لارن دوشنجة لارنة كلمة لارنة بيها إشارة لارنة بيديك لارنة شما على الجدر يعني عم بيئلنا إنه اللغة هي وسيلة للتفاهم بين الناس كيف يتفاهمون الناس مثلا قديما كانوا يتفاهموا بالإشارة كانوا مثلا حاليا نحنا مثلا نحكي بلغة معينة بالقديم كانوا يحكوا بلغة معينة أخرى بلهجة أخرى فاللغة هي وسيلة لتواصل الناس مع بعضهم حتى يوصلوا أفكارهم بلغة معينة أفكارهم بلغة معينة أفكارهم بلغة معينة أفكار المبقبلية حتى ي tinhamamas أفكارهم بنبلغة معينة أفكارهم هكذا أنهم لذلك عم بيئلنا من جنوما الأوضل حدفنا أننا هذا يعتبر سياسي صواديق الناس من المعارض إلى الناس المجتمعات الطورة الترجمة هؤلاء كلها تأثروا على اللغة تتأثر منها وتتغير منها مثلا تغييرات سياسية في القديم الأتراك قديمان كلمة طيارة كانت من العربي يستخدمها تيارة يستخدمون الطيارة لكن سياسي تغييرات سياسية عندما أصبح أسر الجمهورية هناك تغيير سياسي رجحوا أن نستخدم الكلمات الأجنالية يجب أن نستخدم كلمات خاصة فغيروا كلمة طيارة يستخدموا بداية صارت كلمة طيارة فهي بسبب تغييرات سياسية تغييرت الكلمة مثلا تشيفيري تشيفيري مثلا عندهم الأثار المترجمة الأثار المترجمة تؤثر على اللغة مثل الأتراك كانوا كثير متأثرين بالفرنسيين كانوا كثير الأثار المترجمة ترجموها للتركية فكثير كلمات فرنسية ضلت موجودة باللغة التركية صارت تستخدم باللغة التركية مثلا تكنولوجيا مثلا كمتلا كان سمع ً تليفزيون لا لم يكن في هذا القصص فعندما تطورت التكنولوجيا أو طلعوا هاتول الاصاص صار غير لدينا كلمات إضافية للغة التي هي ًتليفزيون وراديو وهكذا وتلفيش بعض التكنولوجيا فبهالشكل اللغة تتأثر وتتغير وتتطور بسبب التغييرات السياسية الاجتماعية التكنولوجية كل هدول بأسروا على اللغة طيب هلأ منجي على السوث لك نحن نحكي عن بعض القواميس التركية اللي كانت موجودة من قبل لحد هلأ عنا أول قاموس ديوان اللغات الترك الكاتب تبعه واسمه كاشكار لمحمود كتبه عام 1972 هذا القاموس كتير مهم هاد القاموس الهدف اللي انكتب ليش انكتب هاد القاموس عرب طرع تبعه يعني لتعليم اللغة التركية للعرب هاد القاموس انكتب لتعليم اللغة التركية للعرب مؤلف من سبع تلاف وخمسمائة كلمة فيو شير فيو اتسوز لري اهمية هاد الكتاب بتجي من انه كان مصدر كتابي يعني كان هاد الكتاب مصدر للعلوم الاخرى فمن هيك هاد الكتاب مهم مصدر الثاني مقدمة الاذا للكاتر زمهشري زمهشري بالقرن الثاني عشر كتب هاد القاموس هاد القاموس فيه اربع لغات تركية عربية الفارسية والمولية اهمية هاد الكتاب تجي او اهمية هاد القاموس تجي من انه على سنوات عديدة كان مصدر كتاب كان استخدم ككتاب تعليمي بقلب المدارس لسنوات عديدة فمن هيك تجي احديثها قاموس قادرة كودكس كومانيكروس عام بالقرن الثابع عشر انكتب من قبل الالمانيين والايطاليين هاد القاموس الهدف منه تعليم رجال الدين المسيحي اللغة القبشاقية اللي كانت متواجدة بهذاك الوقت في البحر الاسود منطقة البحر الاسود الكرادينيس هاد القاموس فيه قواعد وفيه كلمات تركية باللهجة يعني تخدمات بقلب اللهجة هاد الكتاب القاموس يتألف من قسمين يكي بلمدار ونشر باكي نجي بعدها محاكمة اللغاتية لالشير نوائي بالقرن الخامس عشر كتب هاد القاموس هاد القاموس فيه اللغة الفارسية والتركية فارس شغلية تركية فيه كلمات فارسية وتركية فيه قسم يعني يعتبر هاد القاموس اكتر قاموس قواعدي فيه قواعد قرمار كتاب وأنه قبول للمشتر يعني اه قسم يعني يقبل على انه اكتاب قواعد أي شيء نراعي بهذا القاموس حط وجهة نظره من اللغة التركية بالإضافة لتركيلي كولتوري يعني ثقافة الأتراك كمان بتنوجه بهذا القاموس يبقلنا أنه هذا القاموس يعتبر كتاب قواعيدياً لأنه أي شيء نراعي وقت اللي كان حابب يوضح بهذا القاموس قوة اللغة التركية بدل ما يعني هو أنه حابب يوضح أنه قديش اللغة التركية مهمة وشو هي كلمات التركية فلا أحاله عم بيحط ثقافة الأتراك من عادات وتقاليد وحياة اجتماعية وقواعد حطفية فبالتالي بسبب هذا الاحتواء على هاي الكلمات الاجتماعية والقواعدية وأنه لغة تركية وفارسية فهذا الكتاب مهم من هاي الناحية طيب نجي عن قاموس اللي بدلого عندنا كتاب ألوقاتي بيطولونه بالقرن السادس عشر ان كتب هاد القاموس من طرف بكون له مهمة إفاندة هو أسهي重 بكون له مهمة إفاندة واستخدم إسمه للقاموس هذا القاموس التكتب بالقرن السادس عشر يتألف من فوق الاربعين ألف مادة بيتألف من فوق الاربعين ألف مادة هو قاموس عربي تركي طيب القاموس اللي بعده عنا تحفي وهدي لسنبولزادة هاد القاموس من الفارسية للغة التركية الترجم طيب في عنا قاموس اسمه برهان كاتر لتبريسلي هسين بن هالفين هاد القاموس ايجا التركي اللي هو مترجم اصم شو عمل ترجم هاد القاموس؟ ترجم قاموس لتبريسلي شو عمل ترجم اصم ترجم قاموس لتبريسلي اللي هو برهان كاتر شو عمل هذا القاموس؟ سمى ترجمي برهان كاتر هاد القاموس سمى ترجمي برهان كاتر يعني ترجمه للقاموس وسمى ترجمي برهان كاتر هذا القاموس يحتوي على كلمات التي كانت موجودة في القرن الثامن عشر يعني بقابل احتياجات هذا العاصل نجي عن القاموس البعض الذي هو الجيل عثماني عام ١٩٧٦ من طرف أحمد وفيك فاشا هذا القاموس يعني قاموس تركي للكلمات التركية لكن الأمثلة اللي عطاها بقلب هاي القاموس استخدم الأحرف العربية فيها قاموس اللي هو لغاتي ناجي مؤلم ناجي كتب هذا القاموس عام ١٩٩٩ كتب فيه الكلمات الفارسية والعربية اللي استخدمت فيه العصر العثماني عنا اخر قاموس اللي هو قاموسي تركي لشمس التنسامي عام ١٩٩ هذا القاموس اهميته انه شمس التنسامي بهذا القاموس دعا نستخدام الكلمات التركية بدل الكلمات الاجنبية اللي كانوا يستخدموها طيب هاي القواميس التركية فيه عنا قواميس اخرى من طرف رجال علم اخرين يعني مؤتراك غير اتراك بس كتبوا قواميس تركية دعونا نشوف كذا مثال عنهم فاذا لنا عنا قواميس كتبوها اشخاص مان هون اتراك عنا قاموسين اول قاموس عنا فريدريك فيلهم رادلوف اسم القاموس تبعه رادلوف لغاتي عام ١٨٩٣ هذا القاموس مؤلف من اربع جلد وكمان فيه اكتر من اربعين لهجة من كلمات اربعين لهجة باللغة التركية ثاني قاموس عنا جيمس فيلهم ريد هاوس ريد هاوس سوزليو ١٨٩١ ترجم من اللغة التركية الى اللغة الانجليزية طيب كل هاتنا نعرف انه عام ١٩٢٨ صار فيه حركة انقلاب اللغة الالفبة يعني بطلوا يستخدموا الاحرف العربية صاروا يستخدموا الاحرف اللاتينية اللي هي الاجنبية وبلغ شو يستخدموا الكلمات التركية عنا اهم قاموس عام ١٨٣ اسمه يني ترك لغاتي بهاد القاموس كل شيء كلمات اجنبية صاروا يستخدموا ودانا الكلمات التركية باحرف لاتينية وليست احرف عربية طيب عنا كمان ثلاث قواموس تانيين هنه مكتير مهمين بس خلونا نسكرون طرم سوزليو من ٨ جلد دارنبي سوزليو من ١٨ جلد واسكي وويغور تركتيسي لأحمد جافر وقلو هايك بيكون حكينا عن القوانيز حكينا عن كل شيء بخص الوحدة الاولى هايك بيكون خلص دارسنا لليوم بتمنى يكون وصلتكن المعلومة بشكل حلو وصحيح اذا وصلتكن بهالشكل بتمنى شوف هاد الشي بتعليقاتكن وبانتظار اجوبتكن وتعليقاتكن واقتراحاتكن للفيديوهات لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكون كل جديد وموفر انسوا الان جزيز موسيقى